وأتمنى لكم وكل الشعب المصري حياة مليانة سعادة ورضى وتفاؤل ونظرة إيجابية ورضى بالموجود يا رب طيب زي الإنسان بقى يوصل للمرحلة دي؟ بالحاجات الحلوة دي كلها بكل الحاجات دي أه إيه الخطوات اللي ممكن يعملها في حياته عشان يوصل في النهاية لإنه يكون سعيد؟ أول حاجة إيمانك إيمانك بربك وإيمانك بنفسك وإيمانك أن أنت تستحق أن أنت تستحق استعادة أن أنت تستحق الحب أن أنت تستحق النجاح الاستحقاق قصة الاستحقاق دي بتفري مع البني آدم أنه يعني هنا يستاهل الموضوع أن أنا أعمل كده ولا لا نمرة أتنين التركيز على الإيجابيات هنركز على الحلوة اللي في نفسك والحلوة اللي في محيطك والحلوة اللي الدولة بتعمله علشان أنت تبقى مبسوط وسعيد لو ركزنا على الإيجابيات بتزيد كل ما بنركز على حاجة على فكرة أو على منظور أو على شخص الحاجة دي بتزيد لو ركزنا على السلبيات هتزيد لو ركزنا على الإيجابيات هتزيد فلو ركزنا على الإيجابيات السعادة أوتوماتيك أو الإيجابية بتنطلق من جواك علشان تأثر على كل اللي حوالي ده بمفهوم إن السعادة قرار يعني أيها بغض النظر عن إنه كل الناس على مختلف أعمارها وبتشتغل إيه وكل التفاصيل بتاعت حياتنا دي لكن كل الناس عندها أزمات وبتمر بأزمات لكن إزاي وسط كل الأزمات دي أفضل مركز إنه أشوف الإيجابيات زي ما أنت بتقول لو نعملها إزاي علشان تفضل سعيد وراضي آه عندك مشاكل آه عندك أزمات لكن ربنا بديك حاجات تانية كتير كويسة ومن يفضلش دايما بنبص على ناقص فما نبقاش حاسين بالسعادة ما هو المايند سيت أن أنت تركزي أو شكل التفكير أن أنت تركزي على عندك مش اللي مش عندك هو ده يعني عنصر أساسي جدا في تحقيق السعادة وإيه اللي موجود في الحوالية التالت حاجة مساعدة الآخرين إن أنا لما بساعد الآخرين بيديني تلات حاجات بيديني ثقة في نفسي إن أنا أستاهل إن أنا أعمل حاجة كويسة أو إن أنا بعمل حاجات مؤثرة للناس اللي حوالي تانية حاجة بتديني نوع من أنواع الأمان إن أنا لما أحتاج حاجة هلاقي الغيري اللي بيعملها لي رابح حاجة وديت عملت عليها دراسات كتير جدا إن العلاقات السوية المتزنة سبب أساسي من أسباب السعادة العلاقات السوية بنعرفها إزاي تبقى العلاقة رايح جاي هات وخد العلاقة ما يبقاش فيها وان وي والعلاقة كمان بتزود من استقراري النفسي وبتزود من السعادتي على يعني بشكل عام أو في مجمل الأحداث العلاقات السوية دي بتدينا طاقة إيجابية وبتخلينا دايما في استقرار عارفة للمة العيلة زمان كنا بنقول إن هي دي السبب الأساسي اللي كانت مخلية الأسرة المصرية موت رابطة بتواجه كل الأزمات بتقدر تعدي كل المحن ودي التجربة الحقيقة يعني سواء ثورات أو جائحة كورونا أو حاجة اللمة هي اللي بتخلينا أو الونس هو اللي بيخلينا نقدر نتغاضع عن الحاجات دي طيب لو أنا مش عندي علاقات سوية أو العلاقات اللي حوالي سامة أعرفها إزاي دايما بتاخد من طاقتي بتقلل من ساعتي بتستنزف الطاقة اللي جواي الفرق بين إن أنا كون سبب في المشكلة مش هي العلاقة اللي سامة لكن أنا كمان جزء من المشكلة أعرف إزاي فرق هل أنا يعني بني آدم كويس والعلاقة هي الغلط سواء صداقة سواء علاقة جواز أو العكس لأ أنا بني آدم سوي والعلاقة هي الضراني مش العكس أعرف أفرق بين ده إزاي لأن مشكلة العلاقات دي برضو إنها بتفقد الناس ثقاتها في نفسها تمام لو أنا علاقاتي كلها فيها مشكلة يبقى أنا عندي مشكلة أعود أراجع مع نفسي تاني ولو ما قدرتش أتخطى المشكلة دي أو مش عارفها مش شايفها هسأل متخصص عشان يبقى رأيه محايد مش أخد من رأي الناس علشان ما اضطرش إن أنا أدافع عن نفسي أو أواجه المشكلة وأقول لهم لو سمحتوا لا أدافعوا الكصة دي لو هي علاقة واحدة اللي فيها مشكلة بحاول مرة واثنين وثلاثة لو اللي قدامي دايما بيصدر لي المشاكل وبيديني طاقة سلبية يبقى فيه هنا مشكلة حاول دايما أن أنا أحسن وجهة نظره ما روحش معايا في الاتجاه السلبي لأن زي السعدة وهي معضية السلبية والكئابة معضية جدا فنوقف العلاقات السامة لو هي مش ضرورية ولو هي في المحيط القريب بنعمل يعني فيه ثلاث خطوات كده التخلي التحلي والتجلي التخلي أن أنا أتخلى عن المكرنات وعن السقف التوقعات وأن أنا دايما أعمل نقد سلبي ده تخلى عن الحاجات دي دي أول خطوة أن أنا أحاول أحافظ على العلاقات السوية أو العلاقات الضرورية في حياتي عشان تبقى مش مضر التحلي بقى بالصفات الكويسة أن أنا بقول كلام إيجابي أن أنا بظهر الجانب الكويس في الناس اللي قدامي أن أنا راضي بالوضع اللي أنا فيه فما بصدرشي للي قدامي طاقة سلبية فهو يرجع يرجع حالي تاني طاقة سلبية وبعدين يجي دور التحلي بأن أنا لما بقى التجلي أن أنا أتجلم يجيلي البدائل الحلوة يجيلي العوض يجيلي أبواب تانية تتفتح كلام ده بالنسبة للأفكار بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للمعتق يعني الحاجات اللي أنا مؤمنة بيها في الحياة